اشتركوا في القناة في تقوية التضامن العربي من جانبه شكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية سموه على ترحيبه واستقباله مشيدا بدور المملكة وإسهاماتها في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم جهول الجامعة في التنسيق والتعاون فيما بين الدول الشقيقة الأعضاء في الجامعة تجاه القضايا العربية العادلة هذا وقد أقام اسمه الشيخ محمد بن بارك الخليفة مأدوبة غداء تكريما لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط حضرها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير الشؤون مجلس الوزراء وسعادة السيد نبيل الحمر مسشار جلالة الملك وعدد من كبار المسؤولين وسعادة السيد مكتابة اشتركوا في القناة